مسلسل فريد وأحداث الحلقة رقم 32 من المسلسل واللي بتبدأ بفريد قاعد بتعشى معه بيلين ومعه بوراق بيبقى بنامع نفسه بتسأله مالك بوراق بيقوم بيتكلموا براحتهم بتقوله في حاجة انت كويس؟ قال ايوة انا حتى شغلي كويس والمعالم بيشكر فيه وكمان جدي وعملت خاتب ومتصميم حلو هيعملوه هنفزوه قالت مال ايه سيران؟ معلش اصبر عليها شوية مع انت برضو يعني اتجاوستها وهي مش بتحبك هي بتحب واحد تاري من اسم يوسف قال لا انت عرفت منين؟ قالت له كنت في الحمام يوم الحفلة بسمعتها بتكلم اختها بتقول لها يعني انت مشي حتطولي مع كتير مع فريد قالت لها ايوة انا بحب يوسف وعيزة رجع له كلام من ده طبعا كانت كدابة وهو بيصدق الكلام وبيقوم هو بتنرفز وبيقول ان هو مش لي مزاج لأي حاجة مش عايز ينكد عليهم فلازم يمشي فقاعد وصولا شغالين مع بعض وبعد كده بتوقع القهوة على العقود اللي كانوا بيزبطوها مع بعض بتفضل تبكي وطعايت وبترتجف بتفتكر يوم الحدثة ويوم وقعت القهوة وبتظل الطعايت وبيحاول يهديها وبتوضل انا اسفة جدا قال لها كلها شوية قهوة فيش حاجة ايه دي بيحاول يهديها وشربها مياه وبتدخل اسمان وبتلاقيها قاعدة وهو حاطت ايده على ايتها بيهديها بيقولوا ايه اللي حصل في ايه بالزبط بيحصل هنا بيقول لها مفيش حاجة لبنتي كبت القهوة وكانت خايفة كنت بيهديها مش اكتر بينما سونة بتروح للسيران بتلاقيها قاعدة بتقول لها مالك قالت لها مفيش قالت لها ليه ما اكلتيش الاكل جاي لحد عندك قالت لها الاكل جاي اكل حلو لكن انا مش عايز ااكل صدقيني كرهت الاكل وكرهت كل حاجة هناك لما كنا مع بعض وبنستنى بوايا الاكل من بابا كنت اسعد من كده صدقيني هنا مش مبسوطة خالص بتخدها في حضنها وبتحاول تأكلها بقلاوة وبيهزروا مع بعض ومنلاقي بعد كده قاظم اغا بيروح يتكلم معه الاغا هاليسي كبير وبيتكلم ان كانت فيه فضيحة كبيرة وان المفروض فريد كان يخطب سونة وكان جاينا على هذا الاساس وكان اغير رأيه طلب سيران الناس كلها تكلمت عنها سمعتها بقت وحشة جدا فاضطرنا نيجي هنا وكمان بيقول له ان هما البيت مش مريحهم يعني وان العامة خديجة مش مبسوطة ابدا من البيت طبعا قال اغا ان هو هيساعده علشان ياخد البيت اللي هو عايزه طالما انفضيحة دي حصلت من وراهم وبييجي لطيف وبيتكلم على موضوع يوسف وانهما تم تشغيله عندهم ويه قازم بيقول فعلا مين اصلا يوسف قال له ده قربك وما تعرفوش قال له قربنا اه يمكن معارفش مش فاكر قال له ايوة ده حتى كان مع سيران في الجامعة قال له مش فاكر حاجة زي كده اه ممكن يكون قربنا لو شفته حارفو وبيرتبك كده وانما سيران ونسونة بينزلوا بيلاقوا يوسف واقف وبيروحوا يتخلقوا معايا وسونة كان صوتها عالي بتقول له ابعد عنه انت عايز ايه من هنا بالزبط انت واطي ما عندكش دم بينزل بعد كده قازم وبيلاقيهم وقفين معايا بيزعق ليوسف وبيقول له عايز ايه من بناتي قال له مش عايز حاجة قال له انت من اصلا وازاي تقول انك انت قربنا قال له انا قلت انك يعني قريب يا عشان خاطر اجي ويلاقي شغل هنا عند اهليس اخر مش اكتر يعني وبناتك كده بتخنقوا معايا على هذا الاساس مش اكتر بيجي بعد كده ابراهيم وبيقول في حاجة رد قازم وقال لا ما فيش انا بس كنت برحب بالقريب بتاعنا يعني مش اكتر وبيدخل وبيقول احنا ماشيين فيجيت بتقول لازم نوصلك قال له خليك احنا اصحاب بيت فهد بيطلب من قازم انسونا بكرة تيجي معايا على الشركة عشان في شغل بيقول حفكر وحرد عليك طول السكة قازم ما تكلمش عبدين واخد باله من اللي حصل ده وخيفة جدا سيران على سونا وبتضوخ ويجي لكم بتقول لها مالك قالت لها ما فيش بس شوية تعبانة وبعد كده فريد بيتخنق مع يوسف بقول له انت محرمتش من القتلى اللي اخدتها محرمتش من العلقة قال له انت عايز مني ايه سيران بتحبني وانا لازم احط ايدي في ايدها وانت ملكش مكان قال له انت كون مدي جدا على فكرة وسابه ممشي فريد بيتكلم مع سيران كانت متضايقة وقالت له مش حملك خالص النهاردة بجد يعني مش عايز اتكلم في اي حاجة سيبني انا متضايقة قال له متضايقة ليه يوسف موجود انزيل يوضي معا شوية بدرديش معاي وحبيبك موجود معاك حتى شوفي له جرحة كده طبعا كان بالتريقة عليها وهي كانت متضايقة جدا وسونة بتوصل على البيت بابا ما تكلمش ولا كلمة في العربية كانت قال انا يعمل فيها حاجة كانت خايفة مرعوبة بترتكف عبدين اخد باله وكان خايف جدا عليها وده اللي خلى عبدين يتكلم مع فريد ويقول ان البنت شكل فيها حاجة قصة ما تكلمش طوله سكة ومعرفش هو بيعملهم كده ليه البنت كانت خايفة مرعوبة خالص قال خلاص انا هتكلم مع سيران وشوف الموضوع ده وبالفعل فريد بيتكلم مع سيران وبقول ايه اللي حصل بينك وبين اختك قالت ان بابا شافني انا وبسها وسونة بنتكلم مع يوسف ممكن يعمل فيها حاجة تبقى خايفة جدا علي اختها وبتعيط وبتبكي فريد بيحاولي هديها وقال لا انا هتصرف وحيروح دلوقتي يتكلم معك قازم اغا ويحل معاه الموضوع بتاع سونة الفيديو بيخلص ورب يكون نالي اعجابكو نجفك على خير في فيديوهات كتير لمسلسل فريد ما تنسونيش لايك اشترك في القناة تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد باي باي